نال أخيراً مسلمو إقليم مورو أو من يطلق عليهم شعب بنغسامورو في الفلبين حقوقهم المغتصبة بعد قرون من النضال والكفاح والمقاومة تارة ضد الاحتلال الإسباني وتارة ضد الاحتلال الأمريكي وتارة أخرى ضد حكومة مانيلا التي حرمتهم من حقوقهم وضيقت عليهم لعقود طويلة وقد غمرت الفرحة نفوس مسلمي مورو الذين يقدر عددهم بنحو عشرة ملايين نسمة بسبب تصويت مدينة كوتاباتو بنعم في استفتاء شعبي على قانون بنكسامورو الذي يمنح حكماً ذاتياً موسعاً للمسلمين القاطنين في هذه المنطقة جنوبي البلاد ويعتبر قانون بنكسامورو تتويجاً لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية قبل أربع سنوات خلال فترة ولاية الرئيس السابق بنيتو أكينو الثالث وفي تموز الماضي وقع الرئيس الفلبيني على القانون بنسخته الجديدة مماهداً الطريقة لإجراء الاستفتاء وتمت المرحلة الأولى منه في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي في منطقة تتمتع بحكم ذاتي في إقليم مينداناو إضافة إلى مدينة كوتاباتو ستي في الإقليم ذاته وصوت مليون وخمسمائة وأربعين ألفاً وسبعة عشر شخصاً من أصل مليون وسبعمائة ألف بنعم في استفتاء شعبي على قانون بنكسامورو وبناء على نتائج الاستفتاء سيتم إلغاء منطقة الحكم الذاتي في مينداناو ليتم بدلاً منها إنشاء منطقة بنكسامورو المتمتعة بحكم ذاتي واسع في مينداناو ولن تقتصر النتيجة الإيجابية على هذا فقط بل سيترتب عليها أيضاً إجراء استفتاء آخر في السادس من شهر شباط المقبل لتقرير مصير مناطق أخرى تطالب بالانضمام إلى منطقة بنكسامورو كما ستخص حكومة الفلبين سنوياً أموالاً لإدارة الحكم الذاتي وستكون هناك حكومة انتقالية في جزيرة بنكسامورو بين عامي 2019 و2022 تجري في ظلها انتخابات لتشكيل برلمان بنكسامورو من قبل مواطن جزيرة كذلك سيتمتع مسلمو مورو بحرية في إدارة شؤونهم الداخلية لكنهم سيتبعون للحكومة المركزية في الشؤون الخارجية مع منحهم بعض التسهيلات ترجمة نانسي قنقر